اهلا وسهلا لبنات كديرات لبسها لكم بخانة من الناس كنوا كاملين بخير وعلا خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلا خير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال والظروف لبنات تجيسكم بهاد البهلال اللي كتجي زوينة زوينة بالسافراء ما نقول لكم شي اللي غا تصدق لكم ان شاء الله من اول تجربة على بركة الله المقادر هنا بسم الله اللي بنات تسمحوا لي يادر تكون شي في القصرية قد نصور لكم كان عندي الضغط وما كانش عدي الواقص بسف ودروري دروري نتشاركها معاكم حينت هاد البهلال قاع عن اللي بنات اللي اعطيتها لهم هاد الوصفة اجربوها كتصدق لهم من اول تجربة هنا على بركة الله درت في القصرية واحد الرابعة دي الزبدة حيوانية اللي ما متوفراش ليها دير الزبدة العب رحت الزبدة العب كنا نخدم بها كتجي رائعة هنا درت تجوج كيسان دي الزيدة درت تجوج كيسان دي الزيد هنا العبر بكاس العنبة يقل نفس الكاس اللي عبرت ب نزيد عبرت بي الزيدة جوج كيسان جوج كيسان مع ميتين وخمسين غرام دي الزبدة حيوانية كما قلت لكم نضيفه قبصة الملح نضيفه قبصة الملح نضيفه تقليدية نضيفه تقليدية نضيفه تقليدية نضيفه تقليدية متحفظون نضيفه تقليدية نضيفه تقليدية نضيفه تقليدية نضيفه درس معاها واحد معلقة كبيرة ديال حبة علاوة والنافع هاكا سخنتهم في المقلع درس هنا واحد زلافة ديال الكاوكاو اللي تطحنته على الشكل كونكاسي اللي بغا تضيف هنا اللوز ضيف اللوز اولا تضيف القرقاع حركة المكسرة تيبقوا ولا تخلط كيف قوحة صدقوا حسب شنو عندهم توفر في البيت اذا احنا در تلاسط الخمارة ديال الحلوة او بي ها نبقى هاكا نعجان هاكا ندخل طحين المقصرات العناصير يتم جوني مزيان حتى كنحسو بالبهل ديالي تقريبا الكيلو ديال دقيق كما قد لكم ما تضيفوهش كامل انا احنا كان دير عفوان دقيق عيني ميزاني انا البحلية كان اخذ ما بزاف اللي كوموند كان اخذ ما بزاف اللي هادي ما بقيتش كان عبر طحين نهائيا ويمكن دير دقيق عيني ميزاني انتم ما ديروا كيلو ما ديروش كامل شيطو منو ذاك الكاس انتم ما كدلكو كتزيدو شوية بشوية يقدر يبقى لكم شوية يقدر تخلكو كيلو كامل كان دقا ندلكو بحال هاكا كتبان لكم فلول كتفرتس ولكن راها كتبغي اللي عندها اللي عجانة تسعمل اللي عجانة ايو اللي قادرت لك بحالي تزولك اهنا كانت لكو وكانت اجربوها سنكوروها بين الدينة اللي تكورت لنا بلا ما تشتت بلا ما تكسر كان صافي كان نكوروها كان نكوروها وكو كتشتت لنا بين الدينة را ما خاص هاش سوائل خاصة غير دليك هيزيدو دلكو حتازو كل مكسرة ديونا اللي ترنك يطلقو لنزل ديالهم نبدا نكورها بحال هاكا تكون دهنت واحد لطا بواحد شوية دين السيس نبدا نكور هاها كام توسطة كي الناس اللي كي يبغيو البهلة كبيرة تقليدية دبا حاليا الناس كي يطلبوها لها كام توسطة نبدا نكور البهلة ديالي نحطها في واحد اللطة كان كون ديجا نمشي على الفران يسخن قص خليكم معايا نستمر بحال هو كتن عمر اللطة ديالي نوريكم طريقة سطيب ديال البهلة هنا لبنات نديكم معايا الفران تشوفوا كيفاش كان طيب البهلة حينت سير ديال البهلة في الطيب الى الى درتو غير شي غلط في الطيب ما كتفقاش ليكم مهم فران تضيج يكون صغول العافية بحال وكي ما كتشوفوا ما ماشي ميتة بالزف ماشي عاو تاني مجهدان مهم بين وبين هاكا اللي تتحملها الحلوة مش تشوو طلي من الفوق وسبقها العافية البهلة تحت العافية كي ما كتشوفوا كان عندي الفقاس الفوق درتها العافية على الوجه حتى تتفقعت لي طلعتها الفوق باش طيب ملتحت حتى وكتشوفوها في اللطة من بعد ما خرجتها من الفران جات كلها جات زوينة بزف من قولكم مش جات خفيفة 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 هاكا من اللي كتاكلها ما كتحسوش بشي حاجة فيها طحين نهائيا بحال لك تاكل شي حاجة هاكا خفيفة خفيفة مبوخا نوصف لكم تانعي من قدرش نوصف لكم كي كاتجي هاد البهلة زوينا هايا من بعد ما خرجتها من الفران كان صدفها هاكا في واحد الوطار كان خليها تكاتب برد تماما عد كالحيها من لطا كاستفا قفض لطار ولا تبصيل ولا شي طاصة ولا شي حاجة لها ديروها فيها وكاستدو عليها مزيانا كتبقى لكم حتى المدة شهر ما كتبرد ما كتبقى لها شي حاجة نهائيا كنتمنىكم تجربوها اللي بناتو ما تنسوني شمالي لايك ولي دخل القانال اول مرة احبابي ويدير الضغط على زر الاشتراك ليسوا لكم كل جديد وشكرا لكم على المشاهدة الى اللقاء الى الفيديو المقبل